كتب اشتغل بفوتوشوب قبل كده اول حاجه هتلاحظها المتون باليت اللي هي على الشمال دي غالبا كانت صف واحد يعني كان صفين هزف دلوقتي بقت صف واحد كل الجزء ده اللي هو الكانفس او مساحة شولد ادوبي بتحاول ان هي تزودها لك بغض النظر المونيتور تاتاك ادي ايه بغض النظر الريزولوشن بتاتا الشوشة بتاتاك عندي ايه انت محتاج للسبيس ادوبي فهمك كلام ده ولذلك هي بتصغر البالتس لا اصغر قدر ممكن لو هنشوف المونتج الجديد هتلاحظ الاسفل الصويرة اللي فوق لو عملت عليها كليك بتكبر ممكن ترجع مكانها تاني وكلهم بالشكل ده ده كده انا دلوقتي صغرت البالتس التوي لا اصغر قدر ممكن ممكن يبقى اصغر من كده كمان لكن بقى في ايكون جنبها تكست تمام وفي ايكون مختفية يعني مفيش مفيش جنبها تكست بس البلوك بتاعتها بتبين او البالون الاصفر اللي موجود قدامك مكتوب فيه هستري ده بين لو انا مثلا اكليك على النافجيشن النافجيشن دي حاجة وظيفتها الناتو دي ايه اللي بيحصل بالزبط دلوقتي بمجرد ما بكليك على النافجيشن وروح مكان تاني اكليك تروح مختفية كل البلوك مع وضعها كده تكليك على مثلا الباصل تروح مكان تاني تختفي لما بتكليك على حاجة من جروب يعني لو هنبص مع بعض دي جروب التلاتة دول مع بعض ومعبولهم سيبريت اهو دي لير جروب فوقها الكلر جروب فوقها النافجيشن جروب هم متسمين باسم اول واحدة فيهم لو هنكليك على اللير هنلاقي اللير بيطل علينا ومعاها الشانل والباصل تمام هدي الشانل والباصل تمام هدي الشانل والباصل اهو حاجة تانية برضو عايز اقولها لك لو انت لسه اول مرة تفتح فوتوشوب جديد عشان تعرف ايه الفيتشر لو انت فاهم فوتوشوب قبل كده او اشتملت على فوتوشوب قبل كده ممكن تروح على قائمة ويندو وورك سبيس وتختار what's new ncs3 اوكي بص بقى كل المينوز اللي حصل عليها تعديل حطلنا عليها اللون اللبني اي واحدة من دول حصل عليها تعديل او اتحرق يعني اتطورت من الفيرجن لفيرجن الحالي اضاف عليها اللون اللبني بالنسبة بقى للنزل المبتدئين والدروس دي علشانهم اه ان شاء الله هنبتدي دروس بس قبل ما نبتدي الدروس عايزك تعمل حاجة واحدة روح على وورك سبيس واختار ديفولت وورك سبيس اوكي الديفولت وورك سبيس هي الورك سبيس اللي بينزل بيها ادوبي يعني اول اول ما بيتعمل الوضع الوضع بيبقى زي ما انت شايفت